محمد من دبي بارك الله فيه يقول أنا أطرع مع صديقي ومن واجب الصديق علي أني أنصحه وأكون خير عول له يقول أحيانا لما أنصحه يستدلي بحديث وهي قول الله عز وجل في الحديث القدسي نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم يقول هل هذا الاستدلال صحيح محمد بارك الله فيك بالنسبة لك أنت أولا كثر الله أمثالك و بارك الله فيك وجميل والله أني أسمع مثل هذه العبارات الطيبة و أن الصديق دائما خير عوني لصديقه و ينصح و يذكره النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيع على النصيحة كما في حديث جرير بن عبد الله عند مسلم يقول بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و النصح لكل مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله و لكتابه و لرسوله و لئمة المسلمين و عمتهم و لذلك الصديق من صدقك لا من صدقك هذه القاعدة عند الناس الصديق من صدقك يعني قال لك عطاك نصيحة و علمك و وجهك لا من صدقك بالباطل و بالخطأ فتشكر على هذا يا أخ الفاضل أمر الثاني بالنسبة لصديقك هذا استدلاله خطأ خطأ و لعب بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر و لا يأمر بهذا و لا يجوز للإنسان أن يجعل مثل هذه الأحاديث تكئة للوقوع في المعاصي و الذنوب و التلطخ بالآثام فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الله تعالى من أسمائه التواب و من أسمائه الغفور و أن الله تعالى شرع التوبة و أحبها و أن البشر لا بد أن يقعوا في الخطيئة قدرا قدرا لا بد أن يقعوا في الخطيئة قدرا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون لكن من الناحية الشرعية لا يجوز الإنسان أن يقصد المعصية و يتعمد الذنب و يروم الخطيئة لا يجوز و حرام لكن إن وقع فهذا قدر الله السابق و يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل و لذلك يعني على هذه القاعدة ممكن الشخص يأتي يقول يقول الله جل و على فويل للمصلين و يترك الصلاة و يقف عند هذه الآية فويل المصلين و يقف عند هذه الآية و لأجل هذا من الخطأ البين أن يستدل الشخص أو يسوغ الشخص لنفسه المعصية و الخطيئة و يستدل بهذه الأحاديث الله عز وجل ماذا يقول في القرآن فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر يعني هل هذا على سبيل التخيير أبدا هذا على سبيل التهديد على سبيل التهديد و عندنا نصوص كثيرة فيها يعني ظاهرها الأمر و هو أحد صيغ الأمر لكن ليس معناها التخيير و إنما التهديد و إنما التهديد كذلك هذا الحديث أخي الفاضل أخبر صديقك بأن النبي عليه الصلاة و السلام حينما قال لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم لماذا؟ لأن الله تعالى قدر مقادر كل شيء فالله خالق كل شيء و لذلك هذا الحديث ينظر فيه إلى النظر القدري و النظر الشرعي النظر القدري بأن الله قدر مقادر كل شيء و أن الله عز وجل خلق البشر و جعل فيهم الميول إلى الخطيئة و الجنوح إلى الذنب لكن هذا لا يعني أن الله يحب هذا الشيء ما يحب الله عز وجل هذا الشيء الله عز وجل يحبب الإيمان إلى أهل الإيمان و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان فمن وقع في الخطيئة و الذنب يتوب إلى الله و يستغر فيجد الله توابا رحيما هذا و التعامل مع هذه النصوص أخبره بهذا و قل له لا يتلاعب بآيات الله ولا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم